مسألة النهاردة من بشمهندس أحمد سيد احنا عندنا مسألتين هو بعيدت لي مسألة أول ستايل ومسألة تانية ستايل انا احل المسألة التانية الأول عشان هي على UVA و UVA موقع نوعا ما سخيف في السابمشن بتاعه كمان المسألة يعني احنا اخدنا تكنيكس منها قبل كده في مسألة تانية بس هو حاجة هو بشمهندس أحمد سيد كان يعني بعيدت لي الطيب بتاع دي بي يعني وانت بتحل مسألة حتى لو جات لك مسألة وانت مش عارف تحلها دايما نفكر فيها ريكيرجن لو انت لقضت ان المسألة دي تتحل ديناميك بروغرامنج أو دي بي غالبا بتبيني يعني فلو لقضت كده حاول تحلها ريكيرجن بعد كده تديبي عليها او تعمل ميموائزيشن عليها لكن ما تعودش تفكر ان انا مش عارف ستايل المسألة او انا مش عارف الطبيق المعين فمش عارف حل المسألة دي لا عادي جدا طبعا حلو ان انت يعني عامل كاتيجوريزيشن للحاجة او كاذا كاتيجوري للحاجة فدي حاجة كويس فبرضو يعني لو انت جات لك مسألة وحسس ان انت مش عارفتش الكاتيجوري بتاعه فكر فيها عادي ممكن تيب حلها يعني مش معنى ان انت مش عارف الكاتيجوري ان انت مش هتعرف تيب حلها انت عارف الفكرة العامة للدايناميك بروغرامنج فأنت بتحل عليه فممكن تحل مسألة dynamic programming على graph أنت عارف graph وعارف dynamic programming ممكن تفكر كويس تحل المسألة مش شرط أن أنت تكون عارف techniques أو حلت مسألة مشابه عشان تحلها ممكن تبقى أول مرة وتحلها يعني don't small us ما تصغرناش يعني فاهم يعني أنت برضو ما تستقلش بنفسك يعني حتى لو مش عارف حلها عادي أو حاول فيها عادي ما فيش مشكلة طيب ملحوظة بقى احنا هنحل على UVA UVA يعني أسخف موقع في الصميشن بتاعه سخيف جدا في الصميشن بتاعه ممكن يديك error على brint أو يديك error على أن أنت تاخد CN يعني لو ده حصل معاك عادي جدا أنت ممكن يحصل error عشان فيه space مش عشان فكرة المسألة فالأول نقرأ المسألة وبعد كده نقول فكرتها وبعد كده نشوف الصميشن بتاعه على UVA وربنا يستور يعني يا بارانسس بيقولك أن أنت عندك simple arithmetic expression في addition و subtraction operators وبيديك مثلا طيب هي المسألة آه أنا محملها BDF يعني تشوفها على الموقع أنا كده كده صمت على الموقع بس بحب بحملها BDF وحلها BDF عشان أقرب بلاس أنها ساعت الموقع نفسه أصلا بيدرب ما يزهير لكش المسألة غير BDF فلو ده حصل لازم تفتح اللي هو إن كوجنيتو مود أو تعمل delete للكوكيز حتى الموقع سخيف شوية فقط تمام يعني بس هو بأمانة عليه مسألة قوية جدا يعني دي المشكلة يعني هو سخيف بس عليه مسألة الجمدة قوي طيب عندك simple arithmetic expression يعني عندك جمع وطرح كده بس هو ما عندكش حاجة تاني غير الحبة دول وجمع وطرح بيقولك إيه أنت بتحط أي princess أو اللي هو منسميها أقواص أنت بتحط أقواص في أي حط يعني ممكن نحط قوس هنا وقوس هنا وقوس هنا وقوس هنا في أي وقت وبأي عدد يعني ممكن نحط كذا قوس تمام زي ما هنا حطت قوسين طيب الأقواص دي هتدي لك values يعني أنت كل ما تحط قوس في حتة كل ما هتدي لك قيمة جديدة تمام طيب فأنت القيمة دي أنت عايز تسييفها في في الأنصر بتاعتك طيب أي حد هيشوف المسألة دي هي أول حاجة هتيجي عنده brute force أن أنا أحاول أجرب الأقواص في كل حتة طيب بس أنا عني مشكلة أو يعني ممكن نقول أكتر من مشكلة أول مشكلة أن ده هيخط طايم كبير تاني مشكلة أن أنا لو فكرت فيها dynamic programming dynamic programming ما بيسيفش negative طيب دي حالة احنا قلناها قبل كده في الfrequency حاجة اسمها offset أن أنا حط offset للرقم يعني أنا لو الأرقام بتبدأ من سالب 7 وتنتيهل 7 تمام فأنا هشفت الأرقام دي فالأرقام بدل ما تبتدي من سالب 7 وتنتيهل 7 هزود 7 على كل رقم هزود على السالب 7 دي 7 فالأرقام بدل ما تبتدي من سالب 7 وتنتيهل 7 تبتدي من 0 ل14 هوريهلكو على خط الأعداد هتبقى قضح قوي وإن أنا لما زود إيهلي بيحصل إذا يحصل shift أو offset بشفت الأعداد ولما يجي أطبع الأنصر أنا أصنق السبع يعني بحط value سابتة أو قيمة سابتة بشفت بيها الأنصر بتاعي فقوة ده اللي احنا هنعمله في الـ dynamic programming يعني هشوف آخر الكلام ده كام الـ الـ 30 والأرقام أقل من المية فأنت أقول 100 30 130 130 يبقى احنا بنقول 3000 أنا عندي 3000 رقم دول الموجب ممكن يبقوا كمان سالب يبقى من سالب 3000 ل3000 أنا عايزة شفيتهم فهزود من سالب 3000 ل3000 فمن 0 ل6000 فأنا عندي 6000 رقم تمام خليهم 6000 و100 لو أنت مقلق يعني بس طيب هل الـ time complex بتاع حاجة زي كده بتفت في الـ DB آه أنا هجرب على 6000 رقم طيب أنا كمان عايزة جرب كل الأقواس يعني أنا عايزة جرب الأقواس بتاعتي هقول لك آه الـ 30 فأنا محتاجة حاجة تشلي الأقواس في الـ DB أو في الـ recursion نفكر فيها recursion أنا عايزة أمشي على الـ index الـ index بتاعي من 0 لـ 30 عايزة أسيف كل الأرقام فكل الأرقام ب6000 كمان عايزة جرب كل الأقواس ف نفس الفكرة فأنا الـ recursion بتاعي أو الـ dynamic programming بتاعي الطايم بتاعه بيبقى اللي هم التلاتة برامتر اللي عندي أضربهم في بعض فالبرامتر الأولين بـ 30 30 أول في 6000 يبقى 7 في 2 يعني يقول 7 وقدامه حوالي 7 تصفار وإحنا الثانية الواحدة الثانية الواحدة بواحد وقدامه 8 تصفار دعا الكود فورس إذا مش عارف على UV إيه كان بس هتلاقي برضو وقال من كده أو يعني في الرينج ده فأنت كده كده مش بتاخد رقم كبير فده حل وده الحل اللي أنا حليت والأمانة طيب بس أنا هتقابلني مشكلة كمان هو عايز في الآخر خالص يعد فيه كم ممكن الأقواس بتاعتي دي اللي أنا بجربها كل الأقواس اللي أنا بجربها دي تعمل معي حركة سخيفة شوية وإن هي تديني قيمة مرتين يعني يديني قيمة مرتين بلس إن أنا لازم أبعرف أحط الأقواس فين ديكو هنت كده الأقواس بس خليه لأول نفكر دلوقتي أنا بصوا هنا حطت الأقواس فين يعني ركزوا كده هدي أول قوسة هو تاني قوسة هو تالت قوسة هو رابع قوسة هو خمس قوسة هو سادس قوسة كل الأقواس اللي أنا حطوطة سالب بس عارفين ليه سالب؟ السالب جوه القوس بيعكس بيعكس الموجب لأ يعني أنا لو جيت موجب وحطيت قوس الفاليو هتفضل زي ما هي ملاش لازمة فأنا مش هحط أقواس غير لما أشوف نيجاتيف بس تمام طيب وأنا عايز حاجة تحددلي هل أنا في بداية القوس ولا لأ طول ما أنا في بداية القوس أعكس الفاليو يعني أنا الفكرة اللي عمدي أنا همشي على همشي على الاكسبريشن دا عادي خلص أول ما أشوف سالب افتح قوس تمام تمام طيب أتشك حاجة بتحددلي إن في قوس مفتوح في الريكرجن variable بزير وان بشوف هل أنا القوس بتاعي مفتوح؟ أه القوس بتاعي مفتوح طول ما القوس بتاعي مفتوح اعكس الإشارة بعد ما اعكس الإشارة اقفل القوس وهكذا طيب أنا عندي two option يقم أقفل القوس يقم أمشي لللي بعده فأنا ممكن أقفل القوس مثلا عند سالب اتنين أو لا أقفل القوس هنا أو أقفل القوس هنا أو أقفل القوس هنا أنا كده جربت كل الفاليو طيب فأحنا كده حلناها كdynamic programming طيب عندي لسه مشكلة أنا dynamic programming راح حسب لي الanswers دي أو حسب لي الحسابات دي وحطي لي الحسابات دي من 0-6000 حطها لي في array أو dynamic programming array هتقول لي طيب برضو دي مشكلة لك إيه المشكلة إن الanswers دي لو أنا حبيت عدها مش شرط تطلع unique يعني هنا أنا بقول لك أنا dynamic programming اللي أنا هعمله هو هنا حتطلق الأقواس اليونيك بس أنا dynamic programming بتاعي يجرب كل أقواس يعني هيجي هنا ويحط قوس السلب 2 وهيجي هنا سلب 2 و 3 يحط قوس وهيجي هنا يحط قوس فالقوس اللي هنا ده ممكن يعني هو حطه مش حطه ممكن لا أو حطه بس يعني اللي قوس دي ممكن تطلعي values مش شرط تكون إن هي unique هو هنا حسب اليونيك على طول أنا هجرب كل options أول ملاقي سالب هفتح قوس وقف القوس وهكذا هنا سالب هفتح قوس هنا سالب هفتح قوس وقف القوس يعني مثلا هنا لو لقى سالب هيفتح قوس وقف القوس الكود اللي أنا هعمله مع إن value واحدة فمش هغير حاجة يعني يعني هو فتح قوس بالسالب على value واحدة فما غيرش حاجة في الexperation فممكن سالب 7 تعدي مرتين طيب حاجة زي كده أنا هعمل فيها إيه بعد ما أحسب الanswers بتاعت الdb بتاعتي هرميها في 6 ال6 يا جماعة بتعديلي عدد الvalues بس وضبع size 6 حد فاكر ال6 في data structure هتقول لي طب ده time هقولك ده time إيه ده ياخد في log in أو في log سوري في log عدد الأرقام يعني في log 6000 log 6000 يعني تعال نحسبها كده log هي بتاخد log 2 ل6000 فحوالي 12 فأنت أقول 12 في 6000 بس أنا كنت أعيز ظهر في time complex بتاع المسألة كاملة ومش حاطة time complex ولمموري في 2 في 6000 في 32 ماشي الرقم ده أنا هحسب أن الثانية عشق 8 زي كود فورسز 2 3 4 5 6 7 8 أقل من ثانية طيب لو حسبناها 10 7 لو حسبنا الثانية على 10 7 حتى 10 7 أقل من حتى 10 7 أقل من ثانية أنت المسألة كده هتحلها في نص ثانية تقريباً حتى الثانية حتى الثانية تقريباً 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 فأنا عندي سالب هنا هياكس الأشارات دي فأنا هاجي هافتح كوس أول ما لأي سالب الرقم ده سالب ففتح س жизني بقى الeton ده سالب هيبقى موجب انا فتحت قوس فاعكس لي كل الاشارات بقى اللي جوا انا هاخد قوس للرجل الطيب تمام فكل الاشارات اللي جوا هتتعكس اول من الرقم يبقى سالب طيب ايه تاني حاجة تانية قلناها شكرا ده بس منظم للوقت حاجة تانية قلناها احنا كده هنمشي عايزين نسايف الارقام دي فاحنا عشان نسايف الارقام او حاجة تضيف لنا ان كل state unique بالرقم فانا عندي الاندكس والرقم وكان فيه قوس مفتوح لا لا دول التلات حاجات اللي انا سايف بيه عشان اقدر امشي عاري كيرجن فانا هسيف الارقام بان انا الاندكس بتاعي اول حاجة في الارقام بعد الاندكس بتاعي في عندي تاني حاجة الارقام اللي هي من 0 ال6000 الvalues اللي عندي اللي هتطلع من 0 ال6000 ده حاجة يونيك تميز لي ريكيرجن لما يجي سايف الارقام مش هيقررها واخر حاجة خالص فيه قوس مفتوح ولا لا بس يعني فيه قوس مفتوح ولا قوس مقفول فده كده الفكرة بتاعت المسألة طيب ده يحل المسألة اه يحل المسألة وده الحل يعني اللي انا جبت لو حد عنده حلول تانية احلى يريد بقى يعني نفكر في حلول افضل وما دايما ما نقفلش تفكير يعني ممكن نشوف حلول تانية لحد تاني بس انا الصراحة انا كتبتها ريكيرجن هل هي تكتب اتريتف اه بس لو هتكتب اتريتف انا هشرحها لكم ليشألك والحلول برضه وريكو الكود ال START تعالوا بقينا بقى على جزء الشرح تاني انا هشرح تاني بس با in import وبعد كده اقول لكم الكود هيتعامل ازاي يلا بي تعالوا اراجع لمسألة ثاني انا عندي ماصطلح زي ده و بيقولي ان انا عندي الارقام باعد من n1 لأن 30 يعني ممكن يكونوا 30 رقم جمب بعض 30 رقم مرسوسين باعد و بيقولي ان كل فاليو أقل من أو تسوي 100 يعني من 0 إلى 100 وإحنا افترضنا أن هي طبعا ممكن تكون موجة أو positive أو negative فقلنا أن إحنا عندنا 130 فقلنا 130 من 3000 في 2 عشان هي ممكن تكون positive أو negative فممكن تبس 1000 هنعمل الـ shift ده بتاع الاعداد الـ shift ده اتكلمت عنه قبل كده أو حاجة اسمها offset أو shift إن أنا شفت الأرقام ونفس الفكرة لو عندي سلب 3 إلى 3 ممكن أعتبرهم من 0 إلى 9 وأنا أطبع الأنصر أعتبرها بسالب عادي جدا طيب هنشوف برضو في الكود يعني هتبان أكتر قاون مع بنفس ده بطبقه زي طيب أنا خدت كل ده الحل بتاعي إن أنا هجرب أحط كل الأقواس recursion عشان يجرب كل الأقواس فقلنا إن أنا هعمل recursion بتاعي بعد recursion هعمل DB DB هو بيسايف لو الـ state دي تزارت ما تزورهاش تاني فأنا عندي visited array بيقول لي يعمل حاج لو الـ state دي تزارت ما تزورهاش تاني طيب جوه recursion جوه recursion أنا هعمل sit طيب إحنا قلنا recursion أو visit array سوري قلنا إن هو 30 في 6,000 2 ليه 30 في 6,000 2 30 ده عدد الأرقام 6,000 ده الرنج بتاع الأرقام الـ 2 ده القوس مفتوح أو ما أفول طيب آخر حاجة خالص هعمل sit هتسايف الأنصر طيب إنت لو سبمتت على كده هتجي برونج أنصر فيه أحد يقول لي ليه ثانية بقى أنا عملت كل حاجة هقول لك لا مش كل حاجة فلا بص كده على الكيس اللي قدامك دي أيوة ممكن يبقى فيه قوس جوا قوس جوا قوس فإن أنا أعمل visited array وفي اتنين بس ده معنى أنا أنا بفترض إن فيه قوس مفتوح وقفله يعني يجو وراء بعض كده لكن ممكن الأقوس تبقى جوا بعض فممكن يبقى عندي كذا قوس فعشان أسيب حاجة زي كده أنا محتاج يبقى visited array 30 في 6,000 3 فيه حدا يقول لي طب أنا هعمله 30 في 30 في 6 يعني في 6,000 مش فرقة الترتيب أما حاجة نتعرف إن التلاتين دي بتاعت الإندكس الـ 6,000 دي اللي هتسايف فيها الـ value والتلاتين الأخيرة دي بتاعت اسموه إيه وبتاعت القوس بس وإحنا هنشوفها في recursion دلوقت يعني لسه هشرح recursion بالتفصيل يعني هشرح الكود بالتفصيل animation قبل مكتبه طيب أنا محتاج القريب بتاعي بقى 30 في 6,000 30 عشان كيس إزاي كده أنا عندي كذا قوس جواب بعض أنا مش بمشي direct وأفتح قوس وقف القوس لا أنا ممكن أفتح كذا قوس وأفل كذا قوس جواب بعض فأنا عايز حاجة تحدد لي الكلام ده طيب فاكرين الحاجة زي دي كنا بنعملها إزاي فاكرين الـ stack يفتح قوس ويقف القوس فإحنا في recursion هنعملها بدل ما 0 1 بدل ما حددها 0 1 عايز حددها في recursion 0 1 لأنا هعملها سلب وموجب يعني قوس مفتوحة أزود قوس مقفولة نقص طيب تعالوا نشوف بقى recursion هيتعامل إزاي نشوف الأول الـ base case بتاعتي هتبقى إزاي شوف أجرب كل احتمالات إزاي ونشوف الكود هي مسألة جميلة هتعلم فيها حاجات كتير قوي هتعلم فيها recursion وديناميكو جرامين فركز فيها لأن انت لو حلت مسألة زي دي كويس هي نفس الفكرة الـ dynamic programming نفس الفكرة عبيت المسائل انت بتفكر ازاي تجرب كل الاحتمالات بطريقة ذكية احنا هنا هنجرب كل الاحتمالات أول ما نشوف سلب أنا قلت معلومات كتير أنا عارف بس هي انت وانت بتفكر في مسألة وحلت مسألة كتير المعلومات الكتير دي بقت حاجة بسيطة انت فكرت في الحل وبتبتدي تكتشف تمام طيب وقلت لك ليه رونجة انسر رونجة انسر عشان ممكن يبقى عندي كزا قوس مفتوح وكزا قوس مقفول هو قال لي انا مش هحط اتنين وارا بعد بس الحل ده بيفترض ان انا حطهم وارا بعد بس يعني قوس يتفتح ويتقفل بعد ما يتفتح ويتقفل هروح شايله بعد كده افتح قوس واقفل قوس وكذا ممكن يبقى كزا واحد اه ممكن يبقى كزا واحد بس مش هبقى بعض فدي مشكلة الحل ده هجيب رونجة انسر كده طبعا انا بقول لكم عشان اجبت فيها رونجة انسر يعني فبس يعني بشير معاك وإيه السبب انا عدت افهم ايه السبب واطبع فعشان كده طيب تعالوا بقى نخش في ونبدأ من الاول خالص من الاول الباس كيس بتاعتي ريكيرجن احنا قلنا هو باس كيس وبعد باس كيس انا بنده ستيتس طيب الكتابة بتاعته الفعلية على السي بلوس بوس تعالوا بقى الكود المسألة نفسه اول حاجة في عندي بريدفينيشنز يعني حاجات هعرفها قبل اما اصلا ابدأ اكتب الريكيرجن او الديناميك بوغرامين اول حاجة انا عندي visited array عندي offset عندي integer in وعندي sit هتقولي ايه دول هقولك الvisited array احنا قلناه الoffset احنا قلناه برضو عشان اشفت انا هضيف 3000 على كل الvalues سيبقى سالب 3000 فانا هزود 3000 سالب 3000 و3000 فانا ابدأت من الصفر فما فيش حاجة هتبقى أقل من الصفر دي حاجة تاني حاجة تاني حاجة خلي بلك منها ال ال الان الانتجر ان ده ليه عشان انا بياخد طبعا احنا انا متعامل مع uva زفت فاحنا بناخد ال size احنا هنضطر نجيبه منوالي يعني هيبقى سخيف شوية يعني ال size هتشوف انا اخد الانبوت ازاي بطريقة سخيفة اصلا فانا انا اخد الانبوت فانا محتاج اعرف ال size كمان بتاع الري اللي انا همشي عليه ما عنديش حتى فيكتور او اي حاجة اقول فيكتور dot size او اي حاجة انا محتاج امشي للاخر الان ده هو برضو اللي هيحددلي ان انا اوقف انا هفضل امشي ال base case بتاعتي لان انا اول موصل لل ان اوقف تمام تمام نديتك هنت بس كل ده مش مهم يعني تعال انا نخش في الفونكشن الاول ستبقى برا عن ايه الفونكشن انا سميها rec اختصار recursion void function هيكون فيها index branches value branches هي الاقواس امش عفو انطقف اخليها index واقواس والقيمة تمام طيب تاني حاجة بقى حتة dynamic programming حتة dynamic programming سطرين بس بس بقمانة لو متزار الvalue زائد الoffset هو الحتة الوحيدة ان انا هزود على الvalue الoffset عشان تبقى positive لو حطيت الvalue هيدرب لان ما فيش index بالسالب في ال db وهو ده سبب الoffset عشان الحتة دي بس يعني حتى هتلاقي الoffset ان انا مش هستعمله في حتة نغل حتة دي فالdynamic programming بتاعي لو هي تزار ارجع لو ما تزاريتش زرها لي انا كده عملت الdynamic programming بس البي كله ريكيرجن فانتشكد لو فيهم ريكيرجن كل بتعمله بتعمل array visited array وتشوف والله لو تزارت ما تزرهاش لو ما تزاريتش اعلملي انها تزارت عشان ما زرهاش تاني بس بس كده فاحنا اصلا هي لو تزارت مش عام ريكيرجن لو ما تزاريتش زرها لي حط لي visited array لو الحالة دي الindex وان انا فاتح قوس وان انا في قيمة معينة ما تزاريتش زرها لي لو تزارت ما تزرهاش طيب ايه هدف الarray ده او الarray ده انه هو يحدد ان دي مش هتتزار تاني حاجة يونيك الarray ده استحالة يتكرر انا ضمن من ايه انه هو استحالة يتكرر بناء على المسألة اللي عندي ضمن من ايه انه استحالة يتكرر انا حسبت كل الحالات حسبت كل وعندي كمان كل الاقواس 31 بتعبر عن الاقواس فانا حسبت انه استحالة يتكرر دي كيس يونيك فخلاص انا حسبت كل الكيسز الممكنة بدون تكرار بس كده طيب تعالى بقى للباس كيس الباس كيس لو انا وصلت اللي ان حطلي القيمة اللي عندي القيمة اللي عندي حطها لي في ست ليه حطها لي في ست عشان اطلع الصيز بتاع الست والقيمة دي تطلع يونيك في مشكلة في الكلام ده اه للامنة في مشكلة في الكلام ده لان هي ممكن تاخد time طب انا ممكن اعمل ايه ممكن احط القيمة دي في حاجة اسمها frequency array او اللي احنا بنسميها counting sort انا ممكن اعد اعمل frequency array من واحدة 6000 وعد وطول ما لو القيمة تكررت خلاص اعد counter واتبعها دي مش هتاخد time بس هتاخد memory زيادة طب ايه احسن لي انا دايما في المسألة بفضل time يعني في المسألة بالذات اهم حاجة time الميموري مش مشكلة لكن time مشكلة تمام انا بحس كده طبعا مش كل حالات بس يعني in general طيب احنا كده قلنا البس كيس بعد البس كيس بقى نخش في ريكيرجرد اول حاجة ان انا معملش حاجة خالص يعني ايه يعني انا حرك الاندكس بس هزود على الاندكس واحد ليه بزود على الاندكس واحد عشان يوصل البس كيس لو انا مزودتش على الاندكس واحد عمر ما الاندكس انا ببدأ من الصفر عمر ما الاندكس اللي بصفر ده هيوصل للان اللي هو اخر الري خالص فعمره ما هيقف عمر ما الحاجة دي هتوقف طيب ومش بعمل اي حاجة مش بفتح اي قوس مش بغير اي حاجة في ال value انا كده ما عملش حاجة طيب وده من دايما هتلاقيها كتير ان انا ما بعملش حاجة عشان اجرب كل احتمالات ممكنة انا مش شرط اضيف قوس ممكن ما اضيفش اي حاجة خالص دي value في المسألة اللي عندي دي قيمة طيب ثاني حاجة بقى هعمل حاجة هدو سومسنج هعمل ايه بقى هشوف الاول الرقم ده نيجاتف ولا بوزيتف عشان لو نيجاتف لو الرقم نيجاتف هعمل ايه هزود اندكس وزود قوس امام انا كده كيني فاتح قوس دي اول حالة ثاني حالة لو القوس مفتوح اصلا لو انا القوس بتاعي مفتوح هعمل ايه بالضبط لو انا عندي قوس مفتوح فانا هقفل قوس وبعد ما اقفل القوس هغير ال value ليه هغير ال value لان في قوس مفتوح فانا لو في قوس مفتوح انا في قوس كل قوس بيتضرب في عكسه فانا هضرب ال value في سلب واحد عشان اغير ال value دي تاني تاني حاجة عندي فانا عندي توري كيرجان طيب بس كده اه بس كده يعني انت مش بحتاج تعمل حاجة تاني بس كده هو ده الكود بس هي الفكرة ازاي وصلنا للكود عدنا نفكر كتير عشان نوصل للحاجات دي طيب دلوقتي في حد هيقول لي لو سمحت وريني الكود هو انا هوريك الكود يعني ماشي عم انا هوريك الكود مع انه اما انا يعني انت لو خدت ده كده كوبيبست فانت كتبت كود حاجة بس اقولها لك set عن order set وست يعني ده كود حرفين سي بلوس 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 عن order set وست في ناس ممكن تجرب عن order set عشان التايم وفي ناس ممكن تجرب frequency array انا افضل frequency array ست اعتقد هتعدي انا الصراحة لما انا عملتها بfrequency array بس انا عايزك لو سمحت حاول تكتب الكود بيدك ما ينفعش تبقى وصلت لالبوينت دي في الفيديو وانت مش هفت تكتب الكود بيدك لو جات لك كده مش هتفتح لا لان هو انت معنى ان انت فهم فكرة يبقى انت قادر تطبقه طيب ايه اللي انا ممكن اقولك بقى هاتو يعني لو حتى اعتلت فيه هاتو من عن نت عادي ما فيش مشكلة ازاي تاخد الانبوت من UVA عشان الانبوت في UVA سخيف ومش عملي يعني ما فيش اي موقع بياخد الانبوت بالسخافة دي الانبوت اصلا ده خلينا string وده في حد ذاته مسألة تانية اللي هو ازاي اخد الstring ده وفصصه ارقام وnegative وبوزتف يعني هو مسخف عليك اصلا مسخف عليك سخافة رهيبة مش مدخلك حتى الارقام قر يعني يلا مش مدخلك كأري ولا اي حاجة او انت مدخلك string وانت اتعامل وايه بقى لو طبعت له الانسر فيها space زيادة او space نقصة او يعني حصل اي حاجة في الانسر طبع space او end line او اي حاجة على جوجل درايف انا بسيب جوجل درايف على طول في description فانا هسيب لك الكود بس لو سمحت يعني مستقبلا حاول بقدر الامكان ان انت تكتب الكود لوحدك انا هسيب لك الاكواد دي كده كده في جوجل درايف بس انا بعد كده في المسألة اللي هشرحها مش هحط اكواد انا هشرح لك الconcept بتاع المسألة وازاي تيجي المسألة accepted وانت لازم تخش تفكر وتحاول تحلها بنفسك ويا ريت احسن مني في الكومنتات فانت ممكن تحل بطريقة احسن مني وفيش اي مشكلة ما تستقلش بنفسك انت جامل حلو ومش معنى ان انت ما حلتش مسألة ان انت غابي او وحش انت زال فل دي مسألة يعني مش اخر الدنيا فيه ناس بتحل مسألة وممترجح تعمل مع بشر فيه ناس بتحل مسألة ويعني عندها مشاكل صحية مش يعني مش مقياس لحاجة يا جماعة تمام المسألة دي algorithmic syncing انت بتتعلم طرق تحل بيها اه ممكن لو انت عرفت تعمل transfer للسكيل دي تساعدك في حاجات تانية لكن هي مش مش معنى انت ما حلش مسألة انت غابي لأ انت زال فل انت عندك موهبة وانت فلة شمعة منورة وزال فل طيب انا كده خلاص قلت كل حاجة في الفيديو ف يعني حاجة اخيرة بقى لو سمحت share و like و subscribe لان بجد يعني بتعب جدا 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 في الفيديوهات زي ما انت شايف المسألة انا تعبت فيها جدا و يعني شوية تشجيع كده شباب تمام يلا see you